السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الصف الخامس هذه مراجعة أسئلة للفصل الدراسي الثاني لمدرسة من المدارس تابعوا معي هذه المهارات البسيطة لحلها طبعا هذه المراجعة لا تقني عن الرجوع لكتاب المدرسي هذه فقط نماذج من الأسئلة السؤال الأول من مقام المشترك للكسرين المقام المشترك هنا هو بنسميه مضاعف مشترك أصغر للخمسة والسبعة كله بسطة هو خمسة في سبعة بخمسة وثلاثين تخيلوا قد يقول الأمور سهلة هذا المضاعف المشترك الأصغر ما المقام المشترك للكسرين تلاتة واربعة تلاتة فاربعة باتناشر هذا مقام مشترك أليس كذلك نعم مقام مشترك ويسمى LCM أو أصغر مضاعف مشترك فيه طبعا فيه مقامات مشترك كتير اتناشر وكل مضاعفاتها الاربعة وعشرين ستة وتلاتين لكن هل بناخد دايما أصغر مضاعف مشترك السؤال التاني هنا ما المقام المشترك برضو هنا فيه اربعة وستة فيه عامل مشترك بينهم اتنين يا جماعة لذلك الـ LCM بتاعهم أو المضاعف المشترك الأصغر هو اربعة ضرب ستة تقسيم العامل المشترك اتنين اربعة وعشرين تقسيم اتنين يسوي اتناشر ده اسمه المقام المشترك للكسرين وممكن اربعة في ستة اربعة ما فيش مشكلة ما ناتج طرح بنطرح اربعة نقص واحد ثلاثة بالمقام حداشر وسبع نقص ثلاثة اربعة جدا سهل اذا نطرح عددين كسريين اربعة نقص واحد نطرح العدد الصحيحة من بعض والكسور نقص بعد شوفوا قد يليه الامور سهلة السؤال التاني ما ناتج الطرح نطرح مادام المقام متساوي نقول ثلاثة نقص واحد اتنين سهلة جدا ونحط المقام وستة نقص خمسة واحد شوف قد يليه الامور سهلة نين واحد على تمانين كذلك هنا المقام متساوي خمسة نقص أربعة واحد شوف قد يليه سهل المقام يا شباب المقام لا يجمع ولا يطرح خلي بالكم المقام لا يجمع ولا ايه يطرح لانه يمثل الوحدة او النوع الذي نطرحه فلا يتغير المقام لا يتغير ستة نقص خمسة واحد هذا هو الحل ما ناتج طرح هنا المقام مختلف مقام خمسة ومقام ثلاثة هذان عددان يعني لا يوجد بينهم عماهم من الشرق فالحل هنا أن نضرب الخمسة في ثلاثة على ثلاثة ونأخذ هذه الخمسة نضربها في الكسر الثاني خمسة على خمسة نحن نضرب كل كسر في قيمة تساوي واحد أصبح المقام الآن خمستاشر لكل من الكسرين أصبح المقام متساويا أي أننا نستطيع أن نطرح الآن اثنين ضرب ثلاثة ستة خمسة في واحد خمسة الآن نطرح وكل بساطة يكون الناتج واحد على خمس عشر ما مجموع متوسط كتلتين دماغ المرأة ودماغ الرجل دماغ المرأة ودماغ الرجل هنجمع العددين مع بعض هدي إيه الأمور سهلة مجموع يعني نجمع خلي بالك أمور سهلة جدا واحد وتلاثة على عشرة زائد واحد واثنين على خمسة على طول وإنت بتقرأ هتلاقي نفسك بتقول المقام مختلف مقام عشر ومقام خمسة إياك لازم هنا نضرب في اثنين على اثنين ليه لجعل المقام عشرة مثل الكسر الأول شوف أدي إيه الأمور سهلة أدي إيه الجمال أدي إيه السهولة فيكون الناتج واحد وثلاثة على عشرة الكسر الأول تكتبه كما هو والعدد الثاني واحد وأربعة على عشرة الآن الآن نستطيع الجمع لأننا وحدنا المقامات في عدد واحد واحد زائد واحد اثنين والمقام عشرة لا يعني نغيره وثلاثة زائد أربعة سهلة بكل بساطة شوف أدي إيه السهولة أدي إيه الجمال ثلاثة على سبعة نقص واحد أربعة يلا نضرب ضرب تبادل إلى أربعة روح نضربها في الكسر الثاني ضرب أربعة ضرب أربعة شوف طريقة سهلة جدا والسبعة مقام الأول اضربها برضو في الكسر الثاني بكل بساطة ونكتب الإيجابتين ونكتب تمانية وعشرين الآن المقامين متساويين وعندي هنا اتنشر وعندي هنا سبعة ناشر نقص سبعة كلنا نعرفين خانسة على تمانية وعشرين ما مجموعة توسط كتلتين دماغ المرأة وقلبها المرأة هنا للسطر الأول وقلب الرجل أو قلب الإنسان ثلاثة على عشرة نجمعه مع بعض واحد وثلاث أعشار زائد ثلاث أعشار سؤال سهل جدا واحد وست أعشار كل بساطة الشطار الطلاب الشطار يبسطوا الكسر أو يضعوا في أبسط صورة لما نلاقي كسر البسط والمقام عادات زوجية عادي اسم على اتنين والله يعني أنا أكون شاكر لي كده زاك الله خير طبعا هنا ما قاليش ضعنا الإجابة في أبسط صورة لكن دي الإجابة دي معتمدة لكن لما تضعها كده يبقى شيء رائع منك زاك الله خير ما ناتج طرح يلا نضرب في طريقة تانية يا جماعة للطرح لما تلاقي المقام دايما مختلف تعمل شرطة واحدة تضرب دول في بعض تضرب الخمسة في تمانية أربعين وتضرب كده خمسة في خمسة خمسة عشرين النائص دي تحطها وتضرب تمانية في اتنين بسط عشر ليحب يحل بطريقة دي طريقة آه صحيحة ومعتمدة أيضا في الحل إذن المقام أربعين وخمسة عشرين على ستاشر يساوي تسعة إذن المقام هنا الإجابة هنا تسعة على أربعين ما مجموعة متوسط كتلتين دماغ الرجل وقلب الإنسان آدي الرجل وقلب الإنسان هنجمعهم واحد وخمسين هنجمع عليه ثلاث أعشر هنروح الخمسين دي بس نضربها في زي ما أنت عارف في اتنين على اتنين إذن إحنا الاتنين دي بنجيبها منين يا جماعة أقول لكم على السبب تقسم عشر على خمسة تسوي كام اتنين على طول تضرب الكسر ده في اتنين حتى يتساوي المقام حتى يتساوي زائد ثلاثة على عشرة لإيه الإجابة سهلة اكتب الواحد لأن هنا ما فيش حاجة عن صفر واحد زائد صفر واحد والمقام عشرة ثلاثة واربعة سبعة هوعة تجمع هوعة تقول لي عشرة زائد عشرة عشرين إياك إياك تعمل كبير آآ أي مما يالي هو ناتج درب تلاتين فيه تلاتة على خمسة آهو تلاتة على خمسة درب تلاتين شوف السهولة شوف الجمال آآ آآ تقسيم خمسة واحد تقسيم خمسة ستة ونضرب تلاتة في ستة في طمانتاشر يبقى ندعي السهولة ربع آآ وعشرين ربع ضرب عشرين ممكن نضرب عشرين في واحد عشرين على اربعة شاوي خمسة فيش أي مشكلة نختار الإجابة أي من مالي هو ناتج نفس الشيء تلاتة على سبعة ضرب واحد وعشرين تعلموا هذه المهارة اسمها مهارة الاختصار تقسيم سبعة واحد تقسيم سبعة تلاتة تخيل شوف السهولة شوف الجمال آآ آآ فالإجابة تسعة على واحد يساوي لدي تسعة طبعا هذا أفضل يا جماعة بدل ما نقول تلاتة على سبعة ضرب واحد وعشرين هنضرب تلاتة في واحد بتلاتة وتلاتة في اتنين بستة أحيان بتكون القسمة دي صعبة شوية لبعض الطلاب لكن عادي اهو اضرب عادي ويديك عدد اقسم تلاتة ستين على سبعة يديك تسعة لنفس الإجابة لو الطريقة الأولى صعبة عليك استخدام الطريقة التانية وكلها هما نفس الإجابة أحيان سهلة جدا اضرب اضرب البسط في البسط والمقام في المقار شوف أدي إيه السهولة أدي إيه الجمال يلا نضرب نفس الشيء راتة في سبعة واحد وعشرين خمسة في تمانية أربعين يا سلام على الحلاوة لما نضرب يا جماعة عددين كسرين في بعض ما أقدرش أضربهم بهذا الشكل لا بد أن نحول إلى كسر آآ آآ اسمه غير حقيقي أو كسر غير فعلي بدرب كده اتنين في تمانية بستة عشر زائد تلاتة تسعة عشر شوف السهولة واحد في أربعة أربعة زائد واحد خمسة خلاص إذن واحد وربع يا جماعة واحد يعني دايرة كاملة بعدين ربع دايرة معاها هو في الحقيقة خمسة أربعة لأن الواحد ده أربعة أربعة اللي هي واحد في أربعة بأربعة ونزيد عليهم الربع ده إن اللي انت شايفه ده في الوقت واحد وربع كعدد كسري وهو في نفسه خمسة أربعة كما ترى المهم يا جماعة الإجابة هي قدامك أربعة في تمانية اتنين وتلاتين ندرب خمسة تسعة عشر خمسة وتسعين وهذا هو الحر طبعا هذا ليس أبسط صورة المفروض نضع الإجابة في أبسط صورة إزاي؟ إن احنا نقسم قسمة مطولة خمسة وتسعين على اتنين وتلاتين طبعا تقريبا فيها تلاتة تلاتة في اتنين بستة وتلاتة في تلاتة بتسعة لا أأه فيها اتنين اتنين في اتنين أربعة واتنين في تلاتة بستة ونطرح خمسة نقصة أربعة واحد 9 على 6 3 فالإجابة 2 عدد صحيح 31 على 32 لماذا نكتب الإجابة في هذا الشكل لأن الميكس نمبر أو العدد الكاسري هو أبسط صورة للكاسري غير الحفل يلا نضرب أهي 1 على 10 يا سلام السهولة الله 6 و 4 9 36 دي الإجابة لكن ممكن نختصرها بالقسم على 6 بصا ومقاما نحصل على الإجابة في أبسط صورة 1 على 6 يلا نقول 3 في 4 بـ 12 زائد 1 13 على 4 1 في 3 3 زائد 1 4 على 3 يلا نضرب لا يفوتني أن أقول لكم لما يكون عندك ضرب وكسور يا جماعة اختصر الأربعة مع الأربعة والله استفيدوا من هذه الملاحظات بسيطة والسهلة ونكتحل 13 13 13 دي يا جماعة عبارة عن 12 زائد 1 على 3 ليه باكتب كده؟ عشان أقدر أقسم 12 على 3 أكتب 4 وال1 على 3 كسر حقيقي أكتبه كماهو إذن بالطريقة الجميلة دي حاولنا 13 على 3 إلى عدد كسر 1 على 5 درب 1 على 6 1 على 30 وهنا كذلك 2 في 6 بـ 12 ممكن نختصر برضو مش مشكلة 2 في 6 12 و 5 10 على 50 وتستطيع بما أن البسط والمقام أعداد زوجية تستطيع أن تقسم على 2 بسطا ومقاما لتبسيط الكسر نصف الـ 12 أكتب 6 والـ 50 نصفها 25 كما تعلمنا 3 في 4 بـ 12 زائد 3 15 3 في 5 15 زائد 1 16 هنا يا أبنائي دعونا نتعلم خاصية التبسيط الأربعة والستاشر لهم علاقة ببعض تقسيم 4 1 تقسيم 4 4 نروح على الثلاثة الثلاثة الآن نحللها بهذا تقسيم 3 1 تقسيم 3 يساوي 5 الآن أصبحت المسألة جميلة وفي أبسط صورة وهي 5 4 يساوي 20 1 1 1 يساوي 20 وكل بسط هذا هو الحل وإذا ضربتم مباشرة تحصل على نفس الحل بين أي عددين كليين يقع العدد الذي يمثله الإجابة قسم عدد أغاني 32 على 9 32 يا جماعة فيها 3 تسعات طبعا ليه لأن 3 في 9 بـ 27 لو أطرحنا 27 من 32 يبقى 4 يبقى 4 يبقى 5 معنا إذن يا جماعة هذه القسمة 32 على 90 على 9 هي 3 و 5 هذا العدد يا جماعة يقع بين 3 و 4 تمام أي عدد كسر يبدأ بـ 3 وجنبه كسر حقيقي يقع بين 3 و 4 حت من برضو 20 على 8 مش لازم تجيبها الإجابة المهمة الله لإجابة صحيحة 2 إذن هذا النتج وفيه طبعا كسر معا مش مهم إذن هذا العدد يقع بين 2 و 3 قسم غدر 30 على 7 30 على 7 4 حاجة 4 لأن 4 و 27 و 28 إذن هذا العدد يقع بين 4 و 5 7 على 9 في سورة كسر بكل وساطة بنكتبها كده كم من 1 third دفع 4 العدد ده يا جماعة معناها 4 تقسيم و 4 تقسيم تلت يا جماعة معناها 4 ضرب 3 إسا و 12 لماذا في القسمة على الكسر تقسم أي عدد على كسر تعمل حاجتين علامة القسم أحولها ضرب والواحد على 3 تخليه 3 على 1 أدي إيه الأمور سهلة أدي إيه الأمور جميلة هنا تلت تقسيم 6 يا جماعة يلا نطبق تقسيم 6 طبعا 6 يعني 1 معناها 3 تدرب 1 على 6 يعني 1 على 18 1 على 18 أكتب جملة القسمة في صورة كسر أو 2 على 5 كم من نص في 8 معناها 8 تقسيم نص 8 يا جماعة معناها مثلا 8 دوائر فيهم كم نص يا جماعة 8 دوائر يلا نقسم كل واحد دا يريد نصين كل واحد صحيح فيه نصفين لو عديت الأنصاف اللي عندي دي هتلاقيها 2 في 8 ب 16 أو حول القسمة إلى ضرب يا سلام على السهولة والجمال تلت تقسيم 6 المهم يا جماعة زي ما أنتم شايفين لما بنقسم عدد صحيح على كسر الإجابة عدد صحيح أو عدد صحيح أكبر منه إنما لما نقسم كسر على العدد صحيح الإجابة كسر يا جماعة هذه المسألة تلت ضرب 1 على 6 يعني 1 على 18 أكتب جملة القسمة في صورة كاس 3 على 10 الأسئلة متكررة هنا للتدريب كم من 7 2 معناها 2 تقسيم 7 معناها 2 ضرب 7 يساوي 14 شوف السهولة شوف الجمال 5 تقسيم 8 معناها 5 ضرب 1 على 8 يعني 1 على 40 شايفين قسمة على العداد على الكسور تحول إلى ضرب دائما حجم يا جماعة هو عدد وحدات الحجوم في الشكل وحدات الحجوم الحجوم دائما هي السنتيمتر المكعب والمتر المكعب وحدة طول مكعبا عندي كم مكعب قدامي عندي 1 2 3 4 وتحت 4 كل بساطة 8 بنعد يلا نعد عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 دول 8 في السطر ده فيه وراء 8 زاد كمان ف8 زاد 8 16 شوف أدي إيه السهولة أدي إيه الجمال حجم 1 2 3 4 5 أدي صف ده فيه 5 شوف فيه 5 كمان وراء 5 هنا و5 هنا فهذا الحجم 10 حجم المكعب حاصل ضرب أبعاده 3 حاصل ضرب أبعاده 3 3 في 3 في 3 هذا أو قانون بسيط جدا لكن الوينتو زي ما انت شايف في المكعب كلهم متساويين 3 في 3 في 9 اضربها في 3 الأخيرة يدينا 27 وحدة حجم شبهم مكعب مساحة الخعدة خمستاشر سنتيمتر مربع والارتفاع الحجم يا جماعة مساحة الخعدة في الارتفاع بكل بساطة خمستاشر ضرب أربع يساوي ستين سنتيمتر مكعب سهلة جدا سهلة حجم شبه المكعب أهو الطول في العرض في الارتفاع وابدأ يا بطل بأي ترتيب خد راحتك إيش حياتك واستمتع خمسة فاربعة دي اسمام ساحة القاعدة مثلا عشرين اضربها فاربعة كمان يديه تمانين إذن عند ضرب ثلاثة عدد معنى اختار عددين يبدأ بيهم أي عددين والناتج ضربهم في الثالث شبه المكعب مساحة القاعدة أو ثلاثين في أربعة مساحة القاعدة في الارتفاع هو حجم أي منشور وليس بس المكعب ولما نضرب نقول أربعة ضرب صفر صفر وأربعة في ثلاثة اتناشر بعض الطلاب يقولوا الصفر نطلعه بره فيش حاجة اسمها نطلعه بره في حاجة اسمها أربعة ضرب صفر صفر بدليل لو العدد ده واحد وتلاثين كنا ضربنا اربعة في واحد فدايما يا جماعة اضربه في الصفر برضو يضرب فيه عادي بس انطبع النتيجة صفر أليس كذلك؟ نعم مع حجم شبه المكعب خلاص تمانية من في اتنين في اتنين كلكم عرفته شبه المكعب مساحة القاعدة عشرة في ستة يساوي ستين سنتيمتر مكعب ما تنسوهش تكتبه الوحدة زرعة شجرة ارتفاع ثلاثة متر في بناء منزلة اي امطار يا جماعة بتساوي تلات تلتمية سنتيمتر لو عندي سنتيمتر او تلات تلاف ملي متر انا عندي تلات تلاف ملي متر هنختاره زرعة شجرة ارتفاع ايه كافة تاني ستمية متر ستمية سنتيمتر مفيش سنتيمتر هنا في ستة تلاف ملي اوكي ناخده اربعة نفس السؤال المتكرر بيقول ما لقى جاسم حافظت الماء قبل البدء في تدريب كرة الخدم اذا شرب كل لعب ميتين ملي لتر من الماء وكانت ساعد قسم ملاحظين يا جماعة تلاتة لتر وهنا ميتين ملي اول حاجة تلاتة لترات هما تلات تلاف ملي لتر كلنا عارفيني اللتر الواحد الف ملي بيقول لي هل تكفي الماء شربه خمساشر لعب تعالوا نشوف يلا ناخد حجم الماء اللي عندنا اللي هو تلات تلاف ملي متر بنقسمهم على حجم كل كوب هيشربوا كل لعب نفرض انهم هيشربوا الماء بالتساوي يعني كل واحد يشرب نفس كمية التانية ده يسمي مية على مية ساواحد الوماس صفرين ويسمي تلاتين على اتنين طبعا ساوي خمسة عشر اذا عندي خمسة عشر كوب ماء يكفي الخمسة عشر معك الاجابة نعم يكفي تماما يكفي تماما معناها للزبط خمسة عشر كوب ماء وانا عندي خمسة عشر لعب كل واحد هياخد كوب طبعا تلات تلاف جرام كلنا عارفين تلاتة كيلو تلاتة كيلو طبعا تلاتة كيلو اصغر من الاربعة كيلو الخمسة كيلو هما خمسة الاف جرام لكن دي خمسة الاف اه زي بعض يا سلامة تسهولا نفس الشيء هنا يا جماعة حلوها نفس الاجابة هنا قدي ايه سهلة اهو حل يلا نبدأ بالاقواص تلاتة زائد ستة يساوي تسعة نشوف قدي ايه الجمال قدي ايه السهولة ستاشر نقص سبعة يساوي اللهم صلى على سيدنا محمد تسعة زائد تسعة يساوي ده منتاشر سهلة جدا لكن مثل المقدار العددي برضو سبعة زائد تسعة يساوي ستاشر نحلها نكتر العدد في ترتيب العمليات لو اقواص نحلها الاول بعد ما حالينا التلاتين فيه تقسيم تلاتة بره زائد اربعة الاولوية دايما للضرب والقسمة جماعة الاول وبعدين جامعة وطر اوكي فتلاتين دي الاولوية رقم واحد وهذه رقم اتنين من الشمال تلاتين على تلاتة عشرة زائد اربعة يساوي اربعة عشر كل بساطة اه ما اكتب مقدار عددين اجمع اربعة زائد سبعة جماعنا اربعة سبعة ثم اضرب فيه تلات ثم دي معناها ناتج الجمع ده هضربه في تلات هذا هو الحل طيب اربعة اضعاف ناتج جمع اربعة اضعاف اربعة ضرب ناتج جمع يعني ستة زائد تمانية شوف السهولة شوف الجمال اه ترتيب العمليات برضو الاخواص نبدأ بيها ستاشر تقسيم اربعة زائد اربعة ستاشر على اربعة يساوي اربعة زائد اربعة يساوي تمانية قدي السهولة قدي الجمال اجمع ثم اضرب اتناشر زائد عشرة ثم نضرب في ستة بره او نحط الستة في الاول هنا مش قضية خمسة اضعاف خمسة ضرب ناتج جمع تمانية زائد اربعة عشر طبعا ما اعتقدش مطلوب نحلها وهكذا يا جماعة ادي الامور سهلة نشوف اجابات مختلفة هنا الاحداثيات يا جماعة بيقول لي اي من الاماك الموضحة في الشكل نقطة واحد واثنين نقطة واحدة هي ابدأ بواحد واتلع فوق اتنين اه نقطة واحد واتنين دي تمثل الحديقة نكتب هنا الحديقة اهو يبقى هذا الاحداثيات تمثل الحديقة امثل النقاط شوف يد ايه سهل اي نقطة تبدأ دايما بx وبعدين واحد تروح هنا تقف هنا وتطلع فوق ثلاثة واحد اتنين دلات هذه النقطة دي اربعة واربعة اربعة اكس وطلع فوق اربعة عند الواي وسميها c النقطة بي تلاتة واحد ثم واحد ونسميها بي اتنين واتنين هنسميها إيه نشوف أدي إيه الجمال أدي إيه السؤال وهكذا ده سؤال متكرر نفس الشيء يا جماعة نشوف بس سؤال الآخر هنا يا جماعة ادخل محمد سبعين ريال ثم أخذ يضيف ليه خمسين ريال كل أسبوع خمسين ريال كل أسبوع والدخل ستين ريال هنا علي يا جماعة وهنا محمد ويضيف إليها خمسة عشرين ريال كل أسبوع برضو نفس الإضافة بيضيفها للتنين لكن محمد بدأ بسبعين وعلي بدأ بستين هاي العبارات اللي أتيها صحيحة طبعا واضح يا جماعة أن محمد من الأول عنده عشر ريال زيادة أكتر من علي طبعا السبعين تكبر يعني الستين بعشرة أو تفرق عنها بعشرة هنختار محمد دي يا جماعة يداخل محمد دائما أكتر مما يداخل علي بمقدار عشرة فعلا لأن مهما هنا نفس الإضافة هي هي خمسة عشرين فدائما هما في الإضافة لكن في البداية مختلفين محمد كان مع عشرة عشرة وهكذا يا جماعة نفس السؤال هنا متكرر هلو يالله ونفس السؤال هنا متكرر تعالوا نشوف ده ركض باسم تلاتة كيلو متر لمدة خمسة أيام ادي باسم اهو ركض تلاتة ضرب خمسة يسوي خمستاشر كيلو متر وركض خالد ادي خالد اربعة كيلو كيلو متر لمدة خمسة مش كيلو جرام تقول اربعة كيلو متر اربعة كيلو متر اربعة في خمسة بسوى عشرين كيلو متر يقول خالد انه ركض اكتر من باسم بمقدار ستة طبعا خالد هنا اشرين نقص خمستاشر سوي خمسة خالد ركض اكتر من باسم بس فرق خمسة بس اذا هل خالد على صعب لا الفرق يسوي نقول الفرق يسوي خمسة فقط اللي هو عشرين نقص خمستاشر شوف ادي ايه السهولة ادي ايه الجمال يلا حلو دي زيها لو في اسئلة مختلفة طبعا هنا المستقيمان متوازيان شوف الجمال شوف السهولة مستقيمان هنا متعمدان مضروري يحط علامة زاوية خيمة هنا عشان نقول متعمدان عشان نتأكد او يقول هالي في الرسمة يقول هالي يعني ايه حاجة تدل على التعامد طبعا مستقيمان هنا متقاطعان يعني متقاطعان في نقطة نقطة اسمها نقطة التقاطع ما وصف المثلث هذا المثلث اول حاجة مختلف في الاطلع شايفين خمسة تلاتة اربعة مثلث مختلفة اولا تسهل جد اهو خمسة تلاتة اربعة ما فيش ولا دلعة مثل الثاني اسمه مختلف الاطلع خلاص حاجات سهلة وجميلة اهو ايه رأيكم ستة وستة في دلعين مستويين نقول متطابق الضلعين او متساوي الساقين احيانا نقول نقول متطابق الضلعين متساوي الساقين عادي مش اي مشكلة اوكي ايه رأيكم الاطلع كلها متساوي اكيد نقول ايه متطابق الاطلع مش الضلعين اطلع التلاتة متساوية ده سلاس متساوي الاطلع طبعا ده متوازي اطلع طبعا متوازي اطلع كلنا عارفينه وده اسمه ايه طبعا نستطيع اكتر شكل منتشر في العالم المستطيع ده اسمه قطع ناقص او اسمه شكل بيضاوي معرفش انتم بتسموه ايه شكل بيضاوي لو سمعتو اكتابويلي في التعليقات بسمو ايه في المدرسة شكل بيضاوي هو اسمه الرياضي اسمه قطع ناقص او او اه هنا اسمه شبه منحرف الشكل الرباعي يا جماعة اللي في ضلعين متوازيين وغير متسويين اسمه شبه منحرف يعني مش منحرف تماما لا شبه منحرف ده يعني لازم يعني مستطيل نقول او لازم يقول لي اني دا يسوي دا كده يعني اي اضلاع ويقول لي اني دا يزوي قيمة عشان نكتب كلمة مستطيل اه اه محاور التناظر يا جماعة هي المستقيمات التي تقسم الشكل الى ضلعين متساويين فعلش بالمصدر هترسم بهدايا اسف بالمصدر هترسم اه خطين دي محاور التناظر اتنين محور تناظر لهذا الشكل زي المستطيل كده لهو محورين تناظر وده اسمه متوازي اضلاع يعني لو الاضلاع متساوية نكتب عليه معين نكتب عليه معين لو الاضلاع متساوية لو انما لو كده نكتب عليه متوازي اضلاع محاور التناظرين زي ما انتم شايفين بس خط واحد يقسموه نصفين طبعا ما فيش اي محور تناظر هنا رأسي يعطيكم العافية دي كانت مراجعة اليوم تمنى تكونوا استفدتم من هذه المراجعة شكرا جزيلا ولا تنسوني من دعائكم محاور 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 محاور